حينما ينظر إلى الصحافة كجريمة في اليمن يتكرر مشهد الانتهاكات بحق منتسبيها ويأخذ أكثر من شكل وحالة وكأن ما كتب على الصحفيين أن يظلوا في دائرة الاستهداف اليومي يدفعون ثمن البحث عن الحقيقة من أجسادهم وحريتهم ومستقبل بقاء رسالتهم وفيما يتوزع الصحفيون في أكثر من بلد بين فارين من حملات الاعتقال المتكررة في صنع ومستهدفين في المناطق المشتعلة عسكريا يتبقى على الذين ما يزالون في العاصمة أن يقاسوا تبعات الملاحقة والاعتقال والتضييق على الحريات يوما تلو الآخر الجديد في أخبار الانتهاكات هذه المرة تعرض مراسل قناة روداو وطاقمها في العاصمة للاحتجاز من قبل الميليشيا حيث تم اعتراضهم واكتيادهم إلى قسم شرطة العلفي على خلفية تصوير تقرير عن أجواء شهر رمضان نقابة الصحفيين أدانت هذا الفعل بحق طاقم قناة فيما أدانت أيضا الإجراءة التعسفية التي تعرض لها الصحفي نبير الصعفاني بعد احتجازه من قبل نقطة الفالج بمحافظة مأرب وطالبت الجهات المعنية سرعة التحقيق في هذه الواقعة لم تتوقف الانتهاكات الأخيرة بحق الصحفة عند الاحتجاز وتقويض الحريات فحسب بل أنها ذهبت بعيدا إلى توقيف الدرجات الوظيفية لمعظم الصحفيين كان آخرهم الصحفي عبد القدوس طاها الذي تم توقيف درجة الوظيفية في صحفة الثورة بعد اعتقاله والاعتداء عليه أثناء مشاركته في تقطية فعالية احتجاجية تعيش الصحافة اليمنية أسوأ أيامها مرورا منذ فجر الانقلاب وبين كل هذه الوقائع السوداوية تبقى الصحافة عالقة بين سعير الحرب وموجة الانتهاكات غير المتوقفة ترجمة نانسي قنقر